كريمة من المغرب مات وهو واقع في بعض المعاصي والكبائر فأنه يترحم عليه بل قد يتأكد ذلك لحاجته إلى دعاء الأحياء إلى دعاء الأحياء فمثل هذه المرأة يدعى لها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم تجاوز عنها أما الحكم على قضية سوء الخاتمة فهذا علمها عند الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من سوء الخاتمة في أحاديث كثيرة منها النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم وقال عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه يبعث المرء على ما مات عليه وكذلك لما مات رجل في حجة الوداع وكان قد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام فسقط من ناقته فاندقت عنقه مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه ولا تخمر رأسه ولا تقربوه طيبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا الذي مات في الحج يبعث يوم القيامة ملبي لأنه ما أكمل حجه ولذلك الأعمال بالخواتيم فإذا كانت المرأة ترقص الرقص العادي الطبيعي الذي يعني الشعبي بين النساء المحتشم يعني ما يحصل في بعض الأزواج هذا ما لا بأس به هذا من الأمور المباحة بين النساء يعني أما إذا كان الرقص لا من الرقص المحرم الذي فيه أشياء كثيرة لا أريد أن أتكلم فيها لا شك بأن هذا إثم وخطيئة إثم وخطيئة وهذا طبعا مثل هذا السؤال يجعلنا ننتبه ونحرص على أن نكون دائما على طاعة ونبتعد عن المعصية فالإنسان ما يدري بما يختم له نسأل الله العافية والسلام في من الناس وعياذ بالله من شرق بكأس خمر فلقي الله سكرانا نسأل الله العافية والسلام في من الناس من مات زانيا وعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام في من الناس مثل هذه المرأة ماتت و يترقص الله أعلم عن طبيعة الرقص هذا فلذلك الإنسان يجب عليه أن يكون مستعد دائما للقاء الله بطهارة القلب و طهارة النفس و طهارة الظاهر و أن يصلح من سيرته و أن يصلح من سريرته و أن ينقي ظاهره و باطنه حتى يلقى الله عز وجل على عمل صالح